اشتركوا في القناة رمضان لم يتناول منشطات رمضان الاتهام الموجه له من قبل الوكالة هو انه العينة فسدة فسدة انها اختلطت بماء فمن هنا جاء فساد العينة دي المشكلة اللي عند رمضان الميزة اللي عند رمضان انه عمل عينة بعدها طلع بعدها بعدها على طول بخمسة واربعين ديها فطلعت سليمة المشكلة اللي عند رمضان انا بقولك هنا وهنا المشكلة اللي عند رمضان انه النادو اللي هو الوكالة في مصر الوكالة في مصر عشان بس نختصرها اسمها نادو الوكالة العالمية اسمها وادة فالنادو بعد قال فالوادة حيقوله طب لو جاء النادو بيدافع عن رمضان يقوله ما انت اللي جايب لي العينة الفسدة القصة جاية منين هنا بيسموه الديبلوكيشن يعني هنا الارتباك او الاختلاط او يعني الاسدواج ما بين الموضوعين يعني فهو عنده عنده مشكلة وعنده حاجة كويسة احنا كلنا بنتمنى انه الحاجة الكويسة هي اللي تنتصر يعني بس بالاخر يا جماعة والله احنا هنا ما بنهبتش اخبار وهنا حرصين دايما على مصلحة اللعيبة وعلى مصلحة الناس وعلى الصالح العام يعني ده اعتقد ده دايما هدفنا يعني عمرنا ما كنا مدعين فضيلة ابدا احنا فعلا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على كرامة اللعيب نحافظ على السرية لكنه دورنا هو الخبر وحافظة الاقول كده دائما وابد